أحبتنا أسعد الله مساءكم أنتم إخوتنا الذين تتابعوننا في هذا المساء على شاشة نورسات الفضائية ونورسات الأردن ها نحن نحييكم ونقول لكم مرحبا بكم في لقاء مميز متميز في لقاء أردني في لقاء مع الأردن مع واحد من رجالات هذا الوطن الذين تعبوا وشيدوا وفكروا وكتبوا وكتبوا في سجل الوطن إنجازات مشهود لها في هذا المساء أيها الأحبة نتوقف في الدولة مع رجل من رجالاته هذه الدولة مع دولة رئيس الوزراء الأسبق السياسي المخضرم وصاحب الفكر الوطني ابن هذا الوطن الأصيل هذا الوطن المقدس في هذا المساء نحن معكم ضيوف على دولة عبد الرؤوف الروابدة أبو عصام في دارته العامرة وفي مضافته التي نشتم فيها عطر الأصالة عطر هذا الوطن عطر الإنجاز والحب للوطن وأهله وقيادته معي لنرحب بدولة الرئيس دولة أبو عصام مساء الورد ولياسمين بك أخا عزيزا صديقا حقيقة تتمتع باحترام الجميع لأنك تمثل رمزيا في هذا الوطن بالعيش المشترك بين كل المواطنين بغض النظر عن عقائدهم عن أعراقهم عن ألسنتهم عن ألوانهم عن أجناسهم لنبني مجتمع الوطن الواحد دائم شكرا سيدي أنت غمرتني بكرامك وردتك وعذي الشهادة أعتزو أعتزو بها العفو العفو سيدي جئناكم هذا المساء نعم لنطالع معكم فكر أبي عصام الذي قرأناه في هكذا أفكر نعم خمسمائة وست وسبعين صفحة يا سيدي نعم يا سيدي أولا شكرا سيدي أنك أبرزت أنا شعرت بعد هذه الخدمة الطويلة في الإدارة العامة والسياسة العامة للدولة أن من حق المواطن أن يطلع على فكر السياسي حتى يرتاح إلى ممارسات ذلك السياسي إلى مواقف ذلك السياسي لم أكتب مذكرات أنا ما كتبته هو مجموعة من المحاضرات والندوات والدراسات والخطب البرلمانية التي تتعلق بهذا الوطن تحاول أن تضع ثوابت وأن توضحها نشوء هذا الوطن لماذا وكيف وشكل التطور الذي وصلت إليه هذه الدولة المواطنة في هذا الوطن والهوية الوطنية والشخصية الوطنية الأردنية العلاقة الثابتة المعاشة بين الأردن وفلسطين دور الأردن في المواطن العربي هذه كلها مواضيع حساسة أساسية من حق المواطن أن يطلع فيها على رأيه السياسي حتى يطمئن أن تحرك الوطن يسير في الاتجاه الصحيح سيدي إذا أردنا أن نفتح الكتاب نعم اختزنت فيها نصف قرن أو أكثر قليلا أو أكثر قليلا أين يحب أبو عصام أن يتوقف أكثر في أي صفحة في أي موضوعة في أي فترة الجزء الأول أننا لم نربي أبنائنا وندرسهم التاريخ الحقيقي للوطن كيفية نشوء الدولة هم مظلومين أم لا التاريخ مظلوم سيدي لا المظلومين المواطنين أن المؤرخين لم يكتبوا لهم في هذا الموضوع ما كتب لهم هو أحداث نعم يوم كذا سنت كذا صار كذا لكن لماذا أنشئ هذا الوطن ما هو دور الذي أدى ما هي المواقف التي صد لها ولذلك كانت بداية كتابي هو الأردن بين التاريخ والجغرافيا الأردن يعيش صراعين بين التاريخ والجغرافيا لو حاولنا أن ننظر إلى هذا الوطن على خارطة الشرق الأوسط لو وجدنا أنه يقع في المركز وبالتالي هو عنصر الاتصال بين الشمال والجنوب والشرق والغرب الظاهرة الثانية التي نراها في هذا الوطن أنه التقى على أرضه كل أبناء الأمة العربية من كل دولها ولذلك المجتمع الأردني هو مجتمع متميز أنه مجتمع عربي كامل الظاهرة الثالثة وهذه التعددية في الناس اللي جاءته سواء مسلمين جاءوا من قفقاسيا وغيرها فوجدوا في هذا المحظن الدافئ وصاروا لهم البلاد الأوطان ولذلك الأردن أكثر دولة عربية بسبب هذا التمثيل لكل المنطقة العربية الأكثر حساسية لأي حدث يحدث على الأرض العربية من المغرب العربي على الأطلسي إلى حدود العالم العربي الشرقية على الخليج العربي ومن بحر العرب إلى شمال سوريا أكثر شعب حساسية لأن له لا أسميها جاليات له مواطنون يعودون بأصولهم إلى هذه المناطق وذلك هذا وطن حساسي هذه صفات الجغرافية التي أعطت لها أما صفات التاريخ فلا حاجة للدخول الطويل بها لأننا تاريخيا جزء من بلاد الشام التقسيم سايكس بي كوي هو الذي تم في مطلع القرن العشرين كل دولة عربية حولنا نحتت هوية وطنية بعد قيامها نحتت نحتت هوية وطنية إلا الأردن بقي على هويته العربية منذ إنشاء الدولة سنة 1921 وحتى اليوم هذا البلد الذي فتح صدره وحضمه لكل عربي لم يميز يوما ما بين مواطن وظيف أو طالب أمن وأمان هذا البلد من سنة 1921 للخمس خمسين ما رأس حكومته شخص مولود في الأردن معظم سياسيه وكبار رجالات دولته كانوا ممثلين لكل الأرض العربية كل المربين فيه كانوا يمثلون الأرض العربية ولذلك البلد الوحيد الذي ليش فيه نسيد مدرسي يشير إليه هو الأردن نسيد المدرسي دمت سوريا بلادي بلاد العربية أوطاني همات الديار عليكم سلام دمت يا شبل الحسيني عايش الملك دائما الهوى عربي إذن هذا الأردن هو جامعة عربية قبل أن تولد الجامعة عربية أنا أعتقد أنه ما زال حتى اليوم بنفس العبارة التي استعملها الملك عبد الله الأول احتضن كل من فاء إليه تعبير فاءة هذا الوطن يلتقي على أرضه كل من هاجر من وطنه أو من هجره وطنه فلا يجد في هذا الوطن الحضن الدافئ لأن الهوية عربية لا تستطيع في أي دولة عربية أن تأذهب وتأخذ جنسيتها وتصبح رئيسا لوزرائها أو وزيرا فيها أو مسؤولا أو قائدا عسكريا كبيرا إلا في هذا الوطن لأنه صيغة عربية متكاملة لا أريد أن أتوسع بهذا الأمر لكني بدأت في هذا الموضوع أقول للمواطن الأردني هذا وطن به تعتز تعتز به جغرافيا وتعتز به تاريخيا بالإضافة إلى ما قام به من دور في كل قضايا الأمة في شرقها وغربها 1921 20-21 100 سنة نعم أين ترى الأردن الآن بعد أن أنجز مئوية وينتقل إلى مئوية أخرى سوف نحكي لك أنا لدي قناعة مطلقة أن هذا وطن مستقر ثابت دائم ليس حقيمة سفر ننطمئنا من البداية لأن هذا الوطن له دور وما دام ملتزما بدوره متعلقا به دوره العروبي ودوره في قضايا الأمة وبخاصة دوره في القضية العربية المركزية التي هي فلسطين سيبقى معتزا بهذا الدور ولذلك أنت تلاحظ أن البلد الأكثر التزاما بما يحدث على الساحة الفلسطينية هو الأردن وأقوى خطاب يتعلق بهذه الأمور هو خطاب جلالة الملك من هذا المنطلق أنت تجد أن الأردن لا يفكر بالقضية الفلسطينية قضية جار القضية الفلسطينية هي جزء مننا ونحن منها هي قضيتنا التي نعيشها يوما بيوم وبالتالي أنا أعتقد أن دور الأردن دور مشرق الذكاء الآن على الإدارة السياسية للوطن كيف تحاول أن توسع هذا الدور وأن تطوره وأن تغير من أساليب الإدارة العامة في هذا الوطن ومن حركة إصلاحية متكاملة تشمل جميع نواحي الحياة حتى يستطيع هذا الوطن أن يقوم بدوره بشكل جيد وحتى يحس المواطن الأردني بالاعتزاز والفخر بالانتساب إليه وحتى يعيش فيه بكرامة لأن الوطن الذي تعيش فيه بكرامة هو الذي تدافع عنه وأنت تتحدث عن الإدارة سيدي يعني أنا أستذكر ما أنجزتم على امتداد الوطن وخاصة في عمان العفو مدينة وحاضرة العرش نعم ومدينة الحب الأخوي نعم أنت كنت أمين لعمان سيدي نعم وكنت أمينا في أمانتك هو جمال التعبير أصلا دلالتهم على الوظيفة إيش بتعني لأبو عصام عندما يعني عمان ماذا تعني لك؟ يعني هذا امتداد للكلام الطيب اللي سمعته دولتك أنا كل ما جرست إليه أستمع إليك يتجدد عزمي وارتياحي لهذا الوطن سيدي عاصمة الوطن دائما في الدنيا كوزموبوليتان بتكون ممثلة لكل أرض الوطن ولذلك الوفوض أن عشقها من عشق الوطن ككل يعني سأبقى صريحي وسأبقى من إربض الأصل أحبها وتحبني لكن عشقي لعمان يمثل عشقا لكل أرض الأردن لأنها ممثلة لكل الأرض الأردنية أصلا ونسبا وفكرا وتدينا كل هذه الصفات موجودة في العواصم ولذلك هي بحاجة إلى أن ترعى على عين قيادة الوطن وعلى عين رجالة الوطن ولذلك علينا أن نجعل منها عروسا مجلوة تلذ فيها الحياة لمواطن وزائر عندها يبدأ الاعتزاز الوطني ينطلق من العاصمة اللي يشمل كل أرض الوطن وظيفة أنظمة الحكم أن تبني الاعتزاز الوطني وأذهب أمرار أبعد من ذلك وأقول الكبرياء الوطني لأن الكبرياء لا تقبل إلا في حب الوطن الكبرياء مرفوضة بكل الأديان وبكل العقائد وبكل المنطق إلا بالاعتماد عندما هي قتن الكبرياء بالوطن الكبرياء بالوطن يصبح يعني يصبح ميزة يصبح جزءا فاعلا من هذا الوطن ولذلك أنا كان عشقي لعمان هو عشق لكل أرض أردنية كنت أحاول بدعم من جلالة الملك الحسين رحمه الله أن نجعل منها لموذجا وقد توفقنا إلى حد ما والآن للآخرين بكملوا الدور الله يعطيك العافية الله عافية دورة أبو عصام صورة التآخي الوئام على أرض الأردن أنا لا أستطيع يعني في أي موضوعة إلا أن أكشف عن حبي لهذا النموذج الأردني وإعجابي لهذا النموذج الأردني في العلاقة علاقة التآخي التي نعيشها وأنت يعني سيدي أنت دخلت في مدرسة تلك تلوك بشيك لا أنا طلعت عليهم عليها أنا دراستي الابتدائية ثمان سنوات الأولى من عمري هي دراسة في مدرسة الحصر عرفت عليك نعم والحصر في تلك الأيام مدينة الأكثريتها مسيحية نعم وتلتقي فيها كل الطوائف المسيحية فيها أربع مدارس تمشيرية نعم بنسميها احنا نعم هي مدارس كنسية نعم اللاتين نعم والكتلوك أنا بحكي الأسماء كما كنا نستعملها صحيح ها والروم نعم ما فيش أرثوذوكس يعني ما نقول أرثوذوكس نعم منقول الكتلوك ومنقول اللاتين والروم وبعدين البروتستانت اسمهم عندنا الإنجليز الإنجليز وبعدين بعدين صارت مدرسة السبتيين نعم من إضافة إلى مدرسة الدولة نعم وبالتالي من حقي أنا أقول أن هذا البلد أرفض فيه كلمة التعيش التعيش فيها فيها انفعالية أحد يحركها أنا بقول العيش العيش الواحد نعم ما أحسست طيلة شبابي أن هناك اختلاف بين مسلم ومسيحي إلا في أدائه لواجباته الدينية ولذلك اعتقادي وقناعتي المطلقة أن المسيحي في الأردن حضاريا إسلامي عقديا مسيحي نعم لكنه حضاريا نعم إسلامي الحضار جزء منها جزء منها جزء منها هو فاعل ومساهم ومؤثر ومساهم وليس جانبيا فيها يعني دور ولذلك أحيانا لا نسميها أقلية يعني أنا لا أحبش هذه التسمية لكن مضطر لما بتحكي على أعداد والأرقام في الأعدد أن تقول أقليات لكن في الأصالة الكل واحد من منشأ واحد من أصل واحد عروبيين يعيشون في هذا البلد ويصنعونه على عينهم جرسوا الكنيسة كأذان المسجد دعوة إلى الإيمان سيدي هذه الصورة الجميلة نعم لو أراد دولة أبو عصام أن يحملها لمن لا يعلم عنها وبها شو بقول لا هو إحنا اضطرينا نتكلم عنها سابقا ما كنا منحكي عنها لأنه كنا نعيشوها نعم إحنا بعدما رأينا أولا من حركات غربية نعم فيها تعصب نعم وتعصب باسم الدين نعم ولذلك نشأت حركات التعصب في كل الأديان نعم لم تكن وقفا على دين بعينه نعم بالمسيحية باليهودية بالإسلام بالبوذية بالكونفوشيسية طيب بكل الأديان نعم المشكلة أنا بدأنا نفكر فيها لأنه بدأ يصير لها رد فعل هذه الأحداث التعصبية والعنفية بدأ يصبح لها رد فعل ولذلك صار من واجب كل سياسي وكل رجل دين أن يعدوا دائما أن يدعوا دائما للعيش المشترك أن اختلافنا فقط هو في أسلوب أداء واجباتنا الدينية أما أسلوب العيش فهو أسلوب واحد لا يجوز فيه التمييز بأي صيغة من الصيغة وقيم مشتركة قيم ما قلنا حضارية حضارية حضارة واحدة لا يستعطيع أحدا يدعي أنه فيه في الأردن حضاريتين نعم أو في مصر أو في سوريا أو في غيرها فيه حضارة واحدة الكل كان فيها شريكا وصانعا لها هذا الأردن والعلاقة المسيحية الإسلامية الانموذج الأردن دعني أضيف لك إذا سمعت لي نعم أنه الهاشميين بنسبهم النبوي وجدوا أن مسؤوليتهم الأساسية هو الحفاظ على هذا العيش المشترك والحيلولة دون أي حركات عنفية أن تتسرب إلى هذا الوطن ولذلك أنا أعتقد أن العلاقة المسلمين والمسيحيين في هذا البلد علاقة نموذجية يعني الكل يحاول أن يحتذيها لم نعرف يوما ما على هذه الأرض مثل هذه الصراعات نعم نشكر الله نشكر الله الهاشميون القدس المقدسات الوصائل الهاشمية عمان القدس عمان هي الأقرب الأقرب إلى القدس روحا ونفسا وجغرافيا وكيف تقرأ كسياسي ورجل دولة يا سيدي وكنت رجل قرار وصاحب ولاية كيف تقرأ شف سيدي هذا صمود المقدس سيدي عندي الحديث عن القضية الفلسطينية نعم الحديث عن أي جزء من أجزائها أنا أعتقد قتل لها ولذلك أنا في كتاب سيصدر إلي قريبا اللي هو الأردن وفلسطين التاريخ المعاش التاريخ المعاش وهي موجودة في كتابها حاليا محاضرة منها لكنها ستصدر شوي موسعة في كتاب نعم قلت أن العلاقة الأردنية الفلسطينية ليست علاقة جيران مش مثل علاقة أي دولة عربية مع فلسطين نحن تاريخيا دولة واحدة مر بنا كل أنواع الغزو والاستعمار وعيشنا في وحدات إدارية ثنين ترى التاريخ ما عرفناش بهذه الأسماء كما لم يعرف كما لم تعرف الدول الأخرى التي تعيش الآن بهذا الشكل يعني ما كان معروف الحدود يعني مثلا بداية حديثنا عن جند فلسطين وجند الأردن في فتح الإسلامي بس جند الأردن هو شمال الأردن وشمال فلسطين وجنوب لبنان عصمة طبريا نعم وجند فلسطين بيأخذ البلقاء وسط فلسطين وعصمة الرملة وأحيانا العصمة اللد نعم فهذا الامتزاج الإنساني والتاريخي وتبعه الديني جعلها قضية واحدة ولذلك مشاركة الأردنيين في القضية الفلسطينية بدأت منذ إرهاصاتها الأولى سنة العشرين نعم واستمرت كاملة وتحمل الأردن دوره وهو لا يمن به لأن الإنسان ما بمن على نفسه وقلنا القضية قضيتنا نعم إذن هو ما بمن نعم هو أدى دوره نعم رغم أن البعض حاول أن يشوه هذا الدور وأن يتهم هذا الدور حتى يدافع عن فشله حتى يدافع عن عدم أداءه لدور على هذه القضية هذا أدى إلى أن يستمر الأردن اللي صارت بعدين الوحدة كانت الوحدة الأنقى والأطول في التاريخ العربي الحديث بين الضفة العربية وظفة الشرقية ثم جاء الاحتلال جزء من معركة عربية دفع فيها كل العرب الثمن وإحنا دفع هذا الثمن بقول لك دفع فيها كل العرب الثمن وكان أكبر ثمن دفعه الأردن هذا ما أردت لأنه فقد جزءا أصيلا حقيقيا من دولته ومن علاقاته ومن اتصالاته ومن 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 دون الدخول في هذه المتاهة لذلك اعتبر الأردن استمرارية العلاق أحد هذه المظاهر للعلاقة هو الحفاظ على القدس والحفاظ على القدس بدأ من الـ 24 من حسين بن علي رحمه الله ثم استمر في عهد الملك حسين وهو مستمر في عهد الملك عبد الله الثاني بشكل رئيسي وهذا الاهتمام تعمق أكثر بعد الاحتلال لأن إسرائيل أصدرت قانونا جائرا بضم القدس نعم وإذا تخلى الأردن عن هذه المسؤولية ستصبح المراكز الدينية المسلمية والمسيحية تابعة لوزارة الأديان الإسرائيلي ولذلك رغم فق الارتباط بقي الأردن محافظا على مسؤوليته عن هذه الأوقاف ويدفع رواتبها وصيانتها واستمراريتها والحفاظ عليها والدور السياسي أمام العالم في الحفاظ عليها حتى لا يجري عليها أي تغيير جذري الأردن له دور بترسيخ ودعم هذا الصمود المقدسي حتى خارج حتى خارج يعني صرنا نشك حتى الآن أنه ما ظلش غير هذا الدور يعني الأدوار الأخرى بدأت تضضاء المبق والراحت نعم لكن هذا الدور يتعصل ويصبح أكثر مسؤولية وأكثر اهتماما والتزاما أبو عصام دولتك سيدي إحنا بالأردن داخليا أين نسير الآن لجنة ملكية يعني يعني سؤال اللي قاعدين بالكراسي واللي بديهم السلطة بس أنا أعتقد قناعة مطلقة أن الإصلاح السياسي يأتي درجة متأخرة بعد الإصلاح الاقتصادي والإداري لأنني أعتقد أن الشعب في مرحلة البطالة والجوع والفقر أن الإنسان مهتم الآن بأسلوب حياته بوجود مقاعد لأبنائه في المدارس والجامعات بوجود وظيفة وعمل هذه هذه المرحلة تحتاج أن نتوجه إليها توجها يبدأ اقتصاديا لكن قرارات الدولة لا يمكن أن تصل إلى القاعدة إلا إذا كانت عبر مؤسسة إدارية حقيقية وصحية أنا لا أعتقد أن الإدارة قادرة على نقل فكر الدولة إلى المواطن العادي وبالتالي كنت أتمنى أن تبدأ عملية الإصلاح بالجانبين الإداري والإتصادي وتنتهي بالسياسي والسياسي مهم وأنا أعتقد ما قمت به اللجنة عمل جيد لأنه التقت فيه أعداد كبيرة بفكر مختلف بتعدد وهي لذيذي ووصلوا إلى قناعات نتمنى أن تجد مجالها للتطبيق نتمنى أن تجد مجالها للتطبيق وسنحكم على النتيجة لأن الكلام الحلو مش شرط أن تكون نتائج حلوة يا ما مشاريع ابتدأت جميلة وحلوة وعند تطبيق تبينت ليست كذلك لذلك إحنا يجب أن نعطيها فرصة التطبيق لنحكم على النتائج أبو عصام يا سيدي أنت يعني كلفت بترأس حكومة جلالة ملك عبد الله الثاني بعد أشهر أوليه آه بعد أشهر من نعم نعم وفي عهد حكومتك نعم كان الاحتفال بالألفية الثالثة نعم الألفين نعم نعم وفي الألفية الثالثة جاء البابا القديس يحنى بولوس الثاني زائرا نعم وتم افتتاح موقع المغطس نعم حدثنا عن 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 تلك السنة يعني قبل زيارة البابا نعم ما زلت أذكر وزير السياحة الله يرحمه تعيش عقل بالتاجي نعم يدخل إلى مكتبي ليبلغني أن هم هناك باحث أردني وصل إلى الموقع الحقيقي للمغطس وأنه ليس الموقع اللي الآن في تلك الأيام كان معروفا ومزارا ولذلك أنا أعتقد أنه أثار لدي تاريخ الأردن كاملا نعم فكان الاهتمام نصب اهتمامنا على تحقيق هذه الدراسة نعم وأن هذا التحقيق لن يصل إلى الواقع الحقيقي اللي لم يعترف به رئيس الكنيسة المسيحية نعم نعم ولذلك كان الاهتمام بهذه الزيارة واهتمام أن يذهب إلى المغطس نعم تنصهر فيه الأعراق عرفت جميع نعم والأفكار جميعا في هذا الوطن فهذا المغطس كان معلما من هذه المعالم اللي اهتمينا فيها نعم واعتقدنا أنه زيارة البابا كانت زيارة مهمة أكثر من مهمة وأن نتائجها تنعكس خيرا على الأردن والأردنيين وهؤلاء هاينا نرى المغطس الآن يصبح أحد المزارات التاريخية التي يقبل عليها وجه الحج المسيحي المسيحيون نعم من كل دول العالم في حياتك اليومية أبو عصام إيش أكثر الحكم التي ترددها في حياتك يعني أنا في مجموعة الحكم الحكمة الأولى التي عشت عمري فيها إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون لا تتحدى القدر في رضا داخلي آه تمام هذا الذي يعطيك الرضا الداخلي إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون نعم وابتدأت حتى في دراسة أنا ما كنت لا بعرف شو هي الصيدة ولا هي المهنة ولا هي ولا حبها ولا بدي إياها ما بدك صيدة ما بعرف فاش فقالت الدولة السنة الأول في المحافظة بدي يروح على دراسة كنا نجح هذا ومنروح منقراها ومنبدع فيها فإذا عليك أن تؤمن أنه من واجبك أن تبذل جهدا وإبداعا لكنك تقبل بما قدر لك هذا موقف الإيمان القاعد الثاني هو تكذيب ما يدور بين الناس يعتبرونه مثلا اتقي شر من أحسنت إليه أكبر فكرة مكذوبة في الدنيا تمنعك من الإحسان خوفا من أن يأتيك الشر من من أحسنت إليه والأصل أن تحسن إلى الإنسان بغض النظر عن النتائج لأنك تحسن لأن الإحسان جزء منك جزء من عقيدتك من تديونك تطلب فيه رضا الله فسواء جاءك من وراءه خير أم لم يأتك هذا هو الأصل هذولا كأفكار أما أنا قاعدة الإيمانية أن عناصر النجاح تبدأ بالإيمان بالله والإيمان بالله المهم مترتباته ليست لأنه هذا قناع ضميري مترتباته أن تحب الناس أن تحب الناس لأنك بذلك ترضي رب العزة أن تقدم الخير وأن لا تطلب عليه ثمنا الثانية رضا الوالدين جزء من رضا الله رضاهما ليس فقط بالإحسان إليهما ولكن بالإحسان إلى كل من يحبون برحمك وبأصدقائهم وأن تستمر معهم أن تؤمن أيضا أن العسرة واليسرة يسيراني معه الآية القرآنية في الإسلام تقول إن مع العسر يسرة مش إن بعد العسر يسرة مع إن مع العسر يسرة بس أنت مش شايف إلا الجزء العسير الصعب لكن رب العزة مرسل لك الرسالتين مع بعضهم واليسر ستكتشفه بعد قليل لما بتهدأ وبتنسى تلك الصعوبة التي نجمت إما عن وفاها أو عن إساءة أو عن قسارة لكنك ستجد أن النتيجة ستأتيك يوما ما مقدرة أبو عصام كلام جميل وأنت تتحدث أصدقك أنه أنا يعني أحسست وكأني أقرأ في الموعظة على الجبل السيد المسيح الحمد لله يعني والحديث عن حب الله أحبب الرب إلهك وأحبب قريبك كنفسك هبانا يا سلام هبانا كل الأنبياء جاءوا برسالة واحدة نعم كلهم نعم لكن لكل واحدة منها هدف وهي متسلسلة بالأنبياء واحد وآخر لما تصل لعندنا الإسلام إحنا اللي مصدقين بكل اللي قابلنا اللي قابلنا هره وين بيوقف إحنا على وجه عيد هذه يعني وبالتالي هل كثيرون يترددون ويرددون بأنه يتهيبون أبا عصام أبو عصام سريع البديهة لماح الحمد لله الحمد لله و يعني قدرة رضاء على رضاء الله لكن هل تعتقد أنه هؤلاء الناس كذلك الجميع هل يدركون كم كم في قلب أبو عصام من من حب وطيبة سيدي الناس يتعاملون مع الآخرين بأخلاقي وهم في حين أنت واجبك تتعامل مع الناس بأخلاقك بقيمك هذا هو الأساس فينا الطرف الآخر قد يخافك لأنه في ضميره شيء مخيف وفي تصرفاته شيء مرعب هو يخاف منه ليطمئن إذا كانه ما بيسيء ما يتجاوز أنا على فكرة التجاوز طلقة الفشك مدفعية الرد عليها التجاوز لأنك من حقك أن تتجاوز عن الخطأ وليس عن الخطيئة نعم نعم كل ابن آدم خطاء خير الخطائين التوابون أما أن يأتي البعض ويتجاوز وخاصة عندما يتجاوز في حق الوطن على فكرة أو مفهوم معروف عنك تستحضر كل أسك لحظة معلوماتي التاريخية والدينية وكل هذا المخزون كل هذا المخزون للرد على ذلك لأن هذا الوطن بالنسبة لنا له قدسية الله بارك به كثر الله أمثالك الله بارك به ولذلك ولذلك الهجوم على الأوطان على فكرة هو كفر هو خيانة وحب الوطن من الإنان سيدي اغضب على الحكومات انقذ تصرفاتها اختلف معها لكنك لا تختلف مع الوطن ولذلك نحن نحن شركاء في هذا الوطن نختلف فيه ولا نختلف عليه نحيث المبدأ له بالنسبة لنا قدسية كوطن طبعا متفكر فيه جزء من أمة عربية جزء من أمة إسلامية معلش نعم بس الأصل أن تبدأ من الدائرة الصغيرة الدائرة الصغيرة هي ذو الوطن أن تعشقه وأن تعمل من أجله الأردن أولا سيدي وهي بس أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا يعني هذا هذا صار عليه حوار طويل كم قال لك يا أخي الأردن أولا يعني شو يعني نسينا القضية الفلسطينية ما هي أولا مين قال لك أنا هم بحكي على القضايا إذا بنحكي على قضايا الأمة فلسطين أولا وقال لك الإسلام أولا تقول له طبعا إذا بحكي على ديانو أو كون أنا مسلم المسيحية أولا بس أنا بحكي على أوطان إذن الأردن أولا أولا ماذا يعني ذلك فيه وراها أرقام الاهتمام به بقضايا بعد ما نحلها منفكر بغيرنا إحنا اعتدنا في هذه البلطقة العربية نقفز عن حد الوطن لنحكي عن نكراجوة ونحكي عن الشيوعية ونحكي عن أنجولا وننسى هذا الوطن وننسى حبه وحب مواطنيه وخدمته سيدي لما كتبت المؤلف هذا كيف أفكر وهو يعني بيدر لثمار الثمار التجربة لمين بتحب توجه رسائل أكثر إشيه؟ للمواطن الأردني العادي السياسيين لهد مواقفهم والحزبيون ملتزمون كل منهم لا يرى إلا عشقه لتنظيمه نعم أنا وجهت إلى المواطن العادي المواطن الأردني المواطن العربي الذي يحب بلاده ويريد أن يفهمها فهما حقيقيا بعيدا أن يأتي من زاوية تعصب لدين أو لعرق أو لتنظيم سياسي بدي واحد مرتاح يفكر في بلده يعشقه ويعبر عن عشقه ترى العشق لحاله بالكفيش إذا ما عبرت عن العشق نعم مثل عندنا بالدين الإسلامي نعم الإيمان يقول لك هو ما وقر في القلب وصدقه العمل فأنا العشق بدي إياك طب عبرني عن عشقك للوطن بتقول أنا بحب الأردن طيب عبر عن العشق هذا نعم التعبير يكون بخدمة والإبداع بالخدمة وأن تصل فيها إلى كل مواطن هذه التعبيرات اللي بدنا نبنيها سيدي لو الآن أنت تريد أن توجه رسالة حول حول الإدارة وأسلوب الحكومة وما يجري في أيام كورونا وهذه الضائقة والجائحة ما هي نصيح نصيحة الهياسي ورجل الحكم المجرب شوه سيدي إنك تأتي لقرني من قرن الإدارة وتتحدث فيها أنا بأعتقد آن الأوان لإعادة النظر بهيكلة الدولة وإدارتها العامة بعد مائة عام دولة صغيرة كان بممكن أن تديرها بأسلوب مباشر هذه الدولة كبرت حجما كبرت مسؤوليات وكبرت دورا وبالتالي آن الأوان أن يشرك المواطن في إدارة جؤونه ومن هنا بإعادة النظر بالإدارة الإدارة المركزية شكل الإدارة المركزية للمواطن نسميها الإدارة المحلية آن الأنى أن نطور هذه الإدارة اللامركزية يصبح المواطن في الميدان شريك في القرار الذي يتعلق بخدماته شريكا وليس صاحب رأي فقط نعم نعم شريك في القرار هذا الجانب الجانب الثاني الإدارة أنا أعتقد مر علينا عهد خمسين سنة كلما حدثت مشكلة إدارية ننشئلها دائرة فصار نمو برعمي للإدارة الأردنية صار عندنا وزارات عشرين لكن الإدارات المستقلة ستين زائد مش ستين وبس وزاد الإنفاق على زمانك كان فيه إدارات مش تقلة عدد كان بالأربعة عشر بالخمسة عشر الآن فوق الست فوق الخمسة وستين مشان نضيح رأسنا هذا غير المخفي أنا بحكي عن المرئي نعم فيه أجسام ولما بيجي يوما ما لحكي عن إدارة بنعطيه أجسام كمان ستين أخريات هذا بلد عشرة مليون المفروض فيه أنه له إدارة منضبطة هذه الإدارة قادرة على نقل فكر الدولة ومشاريع الدولة إلى الميدان هذه الإدارة بدأي إعادة النظر ولذلك أنا أعتقد في موضوع الكورونا نعم بيّن لدينا ضعف الإدارة كيف بيّننا صار متغير عندنا كم وزير وكم أمين عام وكم مساعد أمين عام دليل على ماذا نعم دليل على أننا لا ننطلق من فكر موحد وأسلوب موحد في التعامل الإداري مع ما يحدث على الساحة والميدان هل صعب التخطيط لما بتكون رئيس وزراء هل لا بدنيش نحكي رئيس وزراء هاي لما بتحكي بالإدارة بدأت تعيد الدولة كلها بدأت تشترك كل قطاعات الدولة وليس رئيس الوزراء وحده كل قطاعات الدولة بدأت تعيد النظر نعم وتقول ما هو خط السير القادم في المئوية الجديدة ما عاد خط السير السابق يصلح للمئة الجديدة كان رائعا في وقته وبطريقته وبأسلوبه الآن بدنا أسلوب أجدد هذا الأسلوب الجديد مثل ما سوينا باللجنة الوزارية يلتقي أصحاب الفكر نعم من مختلف الآراء نعم ليتناقشوا فيه وليضعوا صيغة مثل الصيغة اللي وضعناها للأحزاب والانتقابات المرمانية قلنا نحط صيغة للإدارة المركزية والإدارة اللامركزية أبو عصام شو الإشي اللي كنت حاب تعمله وفي حياتك ولم ملاحقتش أنا كل شي فكرت فيه بديته أما أحيانا عامل الزمن ما بيكفكش نعم يعني أنت بتقعد في منصب ما نعم عددا من السنين نعم قد لا تكون جاهزة لكي أدى يعني أنت لما تكون وزير تربية نعم نتائج عملك ببينه بعد 12 سنة أو تخريبك نعم نعم يعني بيبين بعد 12 سنة ما بيبينش مباشرة ولذلك كان دائما اهتمامي بالحكومات المستقرة وشان يقدر البرنامج يصل إذا ما بيقول مستقرة يعني كم سنة للحكومة الحد الأدنى عمر المجلس أربع سنين أربع سنين الحد الأدنى بيجوا مع بعض بروحوا مع بعض نعم انت عارفت عليه كيف نعم أربع سنين بقدر أسأله عن برنامج وضعه ونفذه نعم ولذلك احنا من يجي نشوف واحد بس يجي لوزارة هي وزير ما بنحكيش عن وزارة بعينها أول ستة شر قاعد بيقردرسه ثاني ستة شر بيخربط اللي سوى اللي قبله بيدي سوى اللي بعده بيختلف هو الأمين العام بغيره وعمري ما شفت وزيري جديد ما كعاش أمينه العام طب له ويه يعني انت شايف اسمعت مني بطريقة المزع لا طبعا مسيح الحقيقة الأساسية نعم صحيح مفهوم الوزير منصب سياسي ليس شرطا أن تكون متخصصا نعم صحيح يمكن يمكن الوزارة الوحيدة اللي بطلب فيها التخصص الأوقاف عرفت عليه كيف نعم يمكن البقية الأخرى كلها وزارات سياسية الأمين العام هو الفني نعم هو القائد هو الخبير آه لما بيجي الوزير فني بيصير اثنين فنيين قادم ما بتوضبطش صحيح صحيح حصانين عطواله من ربطوش صحيح بيقولون الفلاحين نعم صحيح ولذلك بتعيسوش مع بعضهم بتاتا سيدي في عنا في مجتمعنا في مجتمعنا يعاني الآن من مشكلة وأنا بحكي مع مع رجل الدولة ورجل السياسة والأب والجد والشخصية الشخصية العامة تأثر مجتمعنا بوسائل التواصل الاجتماعي دولة أبو عصام دولة أبو عصام شايف التركيز على الفرد وسط التركيز على الفرد وحقوق الفرد وحرية الفرد وكرام الفرد أين ترى حق الجماعة حق المجموعة شوفي سيدي احنا مزعجين الآن من السوشال الميديا احنا بعني الأردنيين نعم بحكي دولة ما ليشتغل نعم نعم أنا بحكي الأردنيين أنا بحكي الأردنيين مزعجين من السوشال الميديا سبب الإشاعة الخبر السيء النقل المعلومة غير صادقة وغير الصحيحة اشغال المواطنين بقضايا غير قضاياهم والأساسية أنا بأعتقد السبب الأساسي مسؤولية الدولة المصداقية في التعامل مع المواطن مصداقية الإعلام أنت الآن ما عدتش بتقدر تخبي على المواطن لأنه أي حدث في أي جزء من الأردن خلال ثواني بيعرفوه كل الشعب الأردني نعم بتخبي إيه أنت بتخبي إيه لماذا الإعلام الرسمي لا يكون هو الأقدر وهو الأكثر مبادرة لكي يطلع الناس اثنين بناء العلاقة الحميمية بين المواطن والسلطة والسلطة أنا ما بعني مجلس الوزراء بس بعني السلطة بمختلف درجاتها إذا كانت أنصر الثقة قائم ببطل أنا قادر على تصديق الإشاعة أنا ينشغل بلد عندي أنه رئيس الوزراء هاو شو هو وزير منه فكرة مكذوبة لا يمكن أن تحدث لا يمكن أن تصير ومع ذلك لم يبقى بيت في الأردن لم ينشغل بها نعم السبب أنه إحنا من خبي طبعا طلعا بقول يا أخي لا إله إلا الله هذا حدث كاذب ومن يقول به كذاب شو شو الخطأ بذلك يعني خلنا نتفقى يعني اثنين ثلاث يعني ما نوش اثنين ثلنا اللخبط بالأرقام التطبيق العدالة على من يسيء المعلومة بس مش سجنه يعني أنا ضد التوقيف على خبر غلط ضد المبدأ بس يا أخي يجب أن يدفع ثمن أي إنسان ينشر معلومة مخطوئة لأنه ساعدت أن تبتحمي حريات الآخرين حريات الناس كل الإعلام وظيفته الدفاع عن حرية الناس أن يصبح وسيلة من وسائل إعدام الحريات كارثة ولذلك بس أنا ضد توقيف أي واحد بس لأنه كتب مثل هذا لكن مع إحالته إلى المحاكمة ليأقذ حكمه العادل وأين أثر السوشال ميديا على التفكك الاجتماعي لا هو التغى على فكرة هو الآن إحنا شوف الحكي يا كسيدي اللي بيحب يعيش في التاريخ بضحك على حاله الدنيا متغيرة أنا وأنت يمكن لا أنت شاب بعدك مش مثلي شايف عشنا وقت لا في تلفزيون ولا في إذاعة ولا في صحافة ولذلك كان مصدرنا للمعلومة المظافة والقاعدة مع الكبار هاي المعلومة طيب الآن صارت مصادر المعلومات المدرسة أولى والتلفزيون والإذاعة والتلفزيون ألف تلفزيون بعدين أخطر شيء صار هذا اللي بجيب تلك التلفون صار وزارة إعلام كاملة تحت تصرفك أنت إذاً تغيرت المقاييس مفروض فينا نغير نحن أسلوب الحياة الآن بتقعد في بيتك أنت أولادك كل واحد قاضي بتلفون بحكيش معك ثاني صح أو لا لا وإذا بده على التلفزيون كل واحد بده بغرفته التلفزيون لحاله الآن البرنامج اللي بده يا غير اللي بده الآن إذاً أنا لنا أسلوب تربية مختلف مشان نقدر الواحد هذه الشخصية الواحدة الوطنية تكون عندنا شخصية وطنية واحدة وإلا بدنا شخصيات متنافرة لا يمكن اللقاء بينها هذا دور رجال الدين وهذا دور التربية والتعليم وهذا دور المنظمات السياسية منظمات السياسية أحياناً تصبح مصدراً للمصادر الصراع بدل حل سيدي ماذا تقول إحنا جمهورنا يتابع فضائية نورسات في لبنان والنعم وفي بلاد المشرق والنعم وشمال الشرق الأوسط يعني الشرق الأوسط والشمال الأفريقية وفي بلاد المهجر نعم وأنت خريج الجامعة الأمريكية في بيروت في لبنان بعجالة كيف تذكر تلك الفترة شو أذكرها أنت بتنقل واحد من قرية ليس فيها من خدمات الدنيا شيئاً ليس فيها من وسيل التعليم والتربية سوى المدرسة وزي ما أسلفت لك لا في تلفزيون لا في إذاعة لا في صحافة حتى الكتب نادرة وقدرات المالية وبتنقلوا إلى باريس الشرق يعني بيروت في تلك الأيام اللي هي بالخمسينات كانت باريس الشرق معدن الحريات معدن الانفتاح معدن العيش المشترك للناس كلها من مختلف المشارب والأهواء وتحطهم هنا في الجامعة الأمريكية في بيروت وتشوف الصدمة الحضارية اللي حطيتم فيها لكن اللي ربنا أعانه استطاع أن يستوعب هذه الصدمة الحضارية بأقصر فترة ممكنة ويتعايش مع هذا المجتمع ليتعلم درساً جديداً هو القدرة على سماع الآخر والقدرة على فهم الآخر والقدرة على احتلام الآخر وأن الحقيقة غائبة معدن الحقيقة السماوية اللي عند رجال الدين الحقيقة الواقعية غائبة تعال لنتباحث ونتفق عليها هذا هو الدرس الذي خرجنا به في تلك المرحلة من مراحل الحياة اللبنانية لسوء الحول أن الأبنانيين نفسهم اللي سميناهم باريس الشرق في الثمانية وخمسين اصطدموا بعضهم بخلافات ليست عقائدية ولا لشكل من الأشكال حولت إلى صراع عقائدي لكنهم عادوا هذه القدرة اللي في لبنان اللي أنا باحترمها القدرة على أن يقلبوا العداد مرة ثانية ويعودون لعيش مبدع يريدنا استجري إحنا نساوي نفس نفس المبدأ وماذا يقول أبو عصام لمتابعي على شاشة نورسال الفضائية في بلاد الارتراب أنا لا أقول لهم إلا جملة واحدة نعم اتقوا الله اتقوا الله في أنفسكم وفي أوطانكم هذه الأوطان لنا جميعا ليست لطرف غير دون طرف آخر ولا نستطيع أن نبني الأوطان إلا بعلاقات متكاملة أن تمتد أيدينا كلها مع بعضها لبناء هذه الأوطان بيننا خلافات أحيانا عقدية وأحيانا شؤون وطنية سياسية قدرتنا على حلها هو بالحوار نعم وإذا تجاوزنا الحوار وصلنا إلى الصراع الذي دفعت ثمنه أوطان كثيرة أعانها الله على ما هي فيه الآن تقوا الله وأنتك رجال الدين وظيفتكم مهمة وظيفتكم قطيرة أن تزرعوا الحب لأن الأنبياء جميعا جاءوا من أجل أن يزرعوا الحب سيدي نريد أن نذهب بمعيتك إلى مغارة بيت لحم في عيد الميلاد يغترب بدنا نذهب بمعيتك الآن لنحمل منك رسالة إلى إخوتك متابعي هذا اللقاء سيدي أنا طلعنا من المغارة المغارة مثلت لنا التاريخ نعم مثلت لنا الخلق الأول لهذا النبي لهذا الرسول المبدع وأنا لا أعتقد فيه مدع للمسيح كما جرى في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية هي رسالة واحدة رسالة ربانية واحدة نقول لهم أيها الأهل أفاء الله عليكم بأنكم كنتم الأرض التي ولد فيها المسيح والتي درج عليها المسيح والتي درس فيها المسيح فعلينا أن نحافظ على هذه الرسالة نقية صافية صالحة تجمع الناس ولا تفرق بينهم توحدهم ولا تصنع بينهم صراعات اتقوا الله في أوطانكم واعبدوا الله بأديانكم المختلفة نعم لكن حافظوا على نقاء هذه الأديان وأبعدوها عن التعصب أبعدوها عن العنف وعن الاختلاف والمستقبل لكم مهما طال الألم لكن المستقبل بعلم الله هو للمظلومين شكرا دولة أبو عصر عفو يا سيد نعفو يا سيد الله خليك تلاميذك نعفو أحبتنا متابعينا متابعين هذا البرنامج عين على المشرق يصل مشوارنا إلى هذه المحطة التي استمعنا فيها إلى دعوة وإلى تأمل وأمل من دولة أبي عصام القامة الوطنية قامة الفكر والسياسة والإنجاز في الإدارة وفي الحكم وفي الوطنية جئنا اليوم واستمعنا ولم يبخل علينا بحكمته وتجربته وبمحبته أكرمنا بأننا نحن هنا في مضافته وسنخرج من هنا وقد رأينا كيف أن للأوطان كيف أن للأوطان قيمة عندما يكون رجالاتها يدركون قداستها أن حب الوطن من الإيمان شكرا سيدي مرة ثانية شكرا لكم لمتابعتكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم في حلقة قادمة من عين على المشرق أتمنى لكم أسبوعا مباركا وكل عام وأنتم بخير